بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله سلام عليكم أشياء خباركم أحوالكم طيبة نتمنكم يا رب تكونوا كاملين بصحة وسلام يا رب اليوم شاء الله فيديو منوع فيه تدابير مطبخية رائعة كتسهل عليكم يعني الوقوف في المطبخة كتربحوا بها الوقت يعني شحل مش حل ما وجدتم غتندموش عليها صلصة تماطم وتعددات للاستعمالات طريقة تصبير البازلة أو لجلبانة من اللي تكون فتية دي كسرباتها خزنوها في وقتها كتجي غزالة وهائلة تبقى معكم أزيد من سانة في البلاكار ما كسر لها تجي حاجة تتبيلات للدجاج في أول شهر مني كانت قدّوه نتبلوه نوضعه في المجمد كل نهار كتلقيه واجد وغادي نشوفوا أيضا ضامة البناء تحضير منزلي كتجي أروع من الرواع أكيد غادي تحتاجوها في الشهر الفضيل أول وصفة غادي نشوفو هي ضامة البناء ديال الدجاج اللي غادي نحتاجو لها عندي هنا واحدة ربيطة ديال ربيح قزبرو باقدونس يعني ربيطة صغيرة هنا عندي كرافس أنا أخذتها تجدر يعني كتكون فيه النسمة مجهدة عندي حبة ديال الفت وهنا الخضر خليتها بالقشر ديالها كنغسلوها مزيان بالخل والملح والحلفة ديالما عن جوج جزارات حبة ديال كورجيت حبة ديال الفت بصيلة تكا فيها هكا أعواد القران في الجوج واحد جوج حبات ديال البورو وهذا عندي الخرقوم بالديطري واحد طريف ديال سكنجبير عندي واحدة اربعة الفصوص ديال التوم معلقة كبيرة ديال القصبر يابس بضح حبات من الحلبة راسة المعلقة وواحد ثلاثة او الربعة الوراق ديال اوراق الرند مقادير سهلين جدا بغيت وتخليوها غير ضامة لبنة بالخضر قدي تخليوها فادة أنا بغيتها ديال الدجاج ضفت لها واحد طريف ديال الدجاج اللي متوفر عندكم كنوضع كل شي في الطنجرة كنقطع يعني الخضر بشكل عشوائي كيف شو كنوضع ايضا حتى ديال المنسمات في الاول هنا عندي البورو جوج حبات ديال البورو والكرافز من الاحسن خدو ديال الدجاج يعني كيكون فيها كيكون قوية يعني كتكون فيها ديال الطباء مجهدة سينو ندلو الأعراش عادي جدا مع مشي اشكال وكيف قلت طريف هكا ديال الصدر ديال الدجاج مئة جرام او لغير هذا اللي متوفر عندكم او لغير ديال العظام ديال الكاركاس بعض المرات كنوضفو ايضا كيجي هائل ونس في لتر ديال الماء غادي نغطي التنجرة وعلى نار مهيلة قيمة عشرين دقيقة كنخلي واحدة كطيب يعني كتشوفوا بان الخضر كلها طابات وتشربت ذاك الماء يعني حتى ذاك طريف ديال الدجاج يعني كتحسوا بانها صافرات طاب عشرين دقيقة كافية باش كيطاب لنا هاد البويو او لهاد المرق انا ما غن نحييد منو التشحة اللي انا غنطحل الكل يلخفتو القصبر يابس ميت تتحن لكمش ديرو حبوب ديروها مطحون ما تديروش حبوب يعني ضروري يكون واحد البغا ميكسور اللي يكون يعني كيطحن مزيان ونميكسي الكل جيدا وفي مقلات المرحلة الثانية في مقلات كان وضع فيها تقريبا واحد ربعت المعالقة ديال زيت الزيتون الاحسن وبغيتو تديرو زيت عادية ماشي اشكال وكان وضع فيها ذاك المازيج اللي انا طحنت اعطي لها الرصل معالقة كبيرة ديال لبزها واحد عالقة ذاكي ملبرسكة اسكنج برزيادة عندي واحدة معالقة هذااي السمن معالقة صغيرة ديال كوركم معالقة كبيرة هدي Looking at Minister ومعلقة كبيرة ديال الملح ويضع المقدر كما العادة كيف قلت غادي كلف باقي مدبوهħيا باقي في صندوق الوصف وضفت لي واحد معالقة كبيرة ولم ضروري و dimeح Smooth ونمزج المكاوبة صاريالي هنقد two of a mix مع التحريك احتكي عقاد لنا وكيتقال الخليط بهذا الشكل كتحصلو على خليط او لمزيج تقيل سواء تخليوه احتكي يبرد وتوضعوه في مكعبات تلج او لا توضعوها كاف سوانيات ووضع اللي هم مرقة طي وتخليوه احتكي يبرد تماما في تلاجة وكتقطعوها على شكل المكعبات القياس اللي كتبغيو هاد المكعبات كتوضفوهم في الشربات في الحريرة في فليبات يعني في المعجنات في الكوسكوس كتنسمو بهم الاطباق ديالكم كيجو هائلين ورائعين تحضير منز اللي بدون مواد حافظة وفي نفس الفيديو اللي غنخليلكم شاء الله في صندوق الوصف ايضا واضعات ضامة ديال السمك اقتراحات هائلة جدا وكتنفح الاقتراح الثاني اللي غدي نشوفه مع بعض هو طريقة سبير جلبانة او للبازل لا كيف قلت مني تكون جلبانة رخيصة وديك سرباتة داك النوع الزوين يعني هو اللي تخزنو طبع الحال كان نقيها نغسلها وكان خليح تكتنشف بهذا الشكل كان اخد قراعي مع قمين وكان ملأ القراعي ديالي بهذا الشكل وغادي نغمرهم ماء غادي نوضع فيهم القياس ديال الملح يعني كتديروا القياس ديال الملح تقريبا مع عرقة صغيرة او لم على حسب القراعي وبالنسبة لخل الاختياري هو مادة حافظة بغيتوا تديروا فدك بغيتوا تديروا غير عاصر ديال الحامض او لدائرة ديال الحامض لكم الاختيار وكان نغمر القراعي ديالي هكا بالماء ونخلي واحد قيمة اسبوع على الغطاء ونحكم القفل ديال القراعي جيدا كنحاول نتأكد بانهم مسدودين بها الطريقة وكان وضعهم في التنجرة في نفس الماء اللي غليت فيه القراعي وصبرتهم عقمتهم هو في نفسه كان وضعهم كي يطيبوا تقريبا 41 دقيقة من بعد الغاليين كتحسبوا اليوم 40 دقيقة وتخليهم حتى كيبردوا وتقلبوهم وتخزوهم في البلاكار كيبقاوا السنة ثم يزيد ما تكسر لهم تنشي حاجة الوصفة الثانية هي ايضا تماطم كتتقدو تماطم الأحسن تكون ديك الطويلة كتكون حمراء او لا تماطس يغيس كتجي هائلة وانا القشور دائما فقما كان دير السلطات وهذا كنحزنهم في المجمد وكنضيفهم لهدوك تماطم في تنجرة بدون ماء قطعت تماطم على النصف اللي هي تماطم ترية ودوك القشور اللي كنت مخزنة في المجمد القياس اللي عندكم كانوا فداك مكانوش هما كيعته واحد اللون سبحالله احمروا كيعته واحد القوام زوين خليتهم احتغلوا معايا مزيان وغدين اخدها الطحانة دياليد فاش غدينتحن منها كالطحن ومنها كيتصفاو يعني كيبقاوا ديك القشور ودوك البودور في الماكينة الفوق ديك الخلاصة اولا دك التماطم اللي حصلت عليها غدين نردها لنفس الطنجرة وغدين نضيف لها معلقة كبيرة ديال البابريكا اولا التحميرة واحد معلقة كبيرة ديال الملح تقريبا واحد جوج معالقة ديال زيت نباتي ونزيد انتقلها كنزيد نخليها تغلى باش كاتتقل صلصة هائلة للمعجنات يعني اللي غتحضروا بها لبات الطماطم الحريرة ايضا الشربات ممكن تود فوق الشربات ممكن التواجن الكوسكوس شنو ما حبيتو كتبقى صلصة غزالة وعاقدة بهات الشكل وكنو دحف القراعي مع قمين بنفس الطريقة طريقة تسبير كيف قلت بالتفصيل غدي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف هنا عندي ايضا الحمص فوق ما كانت تقديه على مدار السنة مشيغل الشهر الفضيل على مدار السنة كانحتاجوه الكوسكوس كانحتاجوه للسلاطات كانبغيو نوضفوها كمريقا مع كرعين مع هذا كانت تقديه كيلو ديال الحمص كانت رطبوه كانت غسلوه طبع تلحل هو الأول حاجة وكانت رطبوه وكان نقسموه في اكياس وقت ما حتاجيتو تلقاه وغادي نشوفو ايضا تتبيلات ديال الدجاج ما نقول لكم ش هالتتتبيلات شحال كينفو قيمت اربعة ديال الدجاجات اللي قطعتهم يعني ديكو ركيبة بوحدهم لهو دكويس بوحده دكو جنيو حاس بدك الكتيف بوحده سدر ايضا بوحده ويمكن تقسموه على قطع ودك القفياس دكو القشيوشات وليزابا وغادي نشوفو تتبيلات كي يجيبهم اول حاجة غادي نبدا وهي تتبيلات ديال الدغميرة اللي كان حضروا للدجاج يعني هادو خاص بطواجنات ممكن ديلهم حتى طنجية خديت واحدة منية الفصوص ديال التوم حكيتهم ودرت داك المدية اللي مرقدة في الحامض تقريبا واحد ثلاثة اربعة المعالق ربع كاس هاكك ما كانش عندكم ديروا عاصرة الحامض عادي واللب ديال الحامضة مرقدة فانحايدو ديال العديمات مطابعة لحال وغادي ناخد سمن انا هنا عندي سمن حارد صغير نص معالقة معالقة كبيرة ديال كوركم اولى الخرقوم بلدي معالقة كبيرة مع مراش ديال زنجبيل وراس المعالقة ديال فلفل اسود وهدي توابل مروزية الخاصة بالدجاج واحد معالقة صغيرة ايضا مع مراش اللي هي بسي بيسون ويويرا والملح ما تكترش الملح لان دجاج مرسول بالملح وهذا والحامض ديال غير قياسي وشي شوية ديال الماء وغدا نزيد لها شوية الهريسة يعني هالدجاج المدغمر كتمشي معاه الهريسة شوية ديال الحار سوف نخلط تتبيلة ديالي والربع انا الربع كان قدرت غرشي شوية وممكن تديرو حتى اكتر يعني واحد جوج معالق ممكن ونخلط تتبيلة هاكدا مزيان حتى كينساجمو دوك العناصر كاملين وانا غنخدم غير بيدي غان مبدان اخد هاكدا دوك القطاع هادو الهوت كويس داك الفقاني دل الفخد دوك ربع اتجاجات يعطونا ثمانية القطاع من كل نوع يعني من كل جزء تبلتهم هاكدا والتتبيلة اللي شطتلي هي اللي غندوز فيها هاد العنيقات هادو كيف قلت كيصلاحوا الجاء للروز لهذا الشعرية اللي بات كيجي وتهو ملداد وكيجيوا رائعين كل حاجة تبلتها نعطيها حقها نخليها تقريبا واحد ساعة ونص ساعتين عاد ندخلها المجمد باش تشرب الاقامة والتواب المزيان وهانا يعني كل حاجة من بعد ما غادي هادا غادي نقسمها في الاكياس وغادي لقا وقت ما احتاجيتها غادي لقاها واجدها متبلا ناضية التتبيلة التانية هي اللي غادي ندل للاجنحة ديال الدجاج هي تتبيلة بالاعشاب تنسيم كجي رائعة هادي الفران كجي غزالة ورائعة غادي نحتاج منها اليازير واحد ربعات الفصوص ديال التوم الحامض اول حاجة غادي ناخدك ربعات الفصوص ديال التوم غادي نبشرهم وغادي ناخد العصير ديال نصف حامضة انا هنا عندي الحامض ما فيش دقل ما بزيف تقريبا واحد ربع كأس ديال حامض وغادي ناخد هاكده عرشات ديال يازير اللي غادي نفكهم بهذا الشكل هنا عندي القزبر يابس غادي ندير تقريبا معلقة كبيرة ديال القزبر يابس هادو اعشاب تنسيم اولا ليزيرب ديبخوفونس ايضا معلقة صغيرة عامرة وهادا البصل المجفف ايضا معلقة صغيرة عامرة وشي شوية ديال الهريسة الراسة المعلقة ديال اللي بزار اولى الفلفل اسود والملح والملح دائما كيف قلت ما نكتروش لانا الجاج مغسول بالملح مزيان شوية ديال الماء وشي شوية ديال زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معلقة ككبار ديال زيت الزيتون وهدي هي التتبيلة اللي غادي نتبلو بها الاجنحة وغادي ناخد واحد الكوردو ونبدأ نتقب هادوك الاجنحة باش كتزيد دخول فيهم العقامة وما تصوروش هاد تحضيرات شو حال كينفعه هي صراحة ان النهار لي يعني ذاك الغسيل ديال الجاج وانك تقطعيه وهذا كي ياخد وقت ولكن ركي كاتهنى الشهر كامل كاتهنى حسام ذاك التلفة ديال كل نهار شنو نصاوب لي بعد ما اكمل جني وحاس خليتهم على جنب غادي ندوز الركيبات ايضا هنا عندي تمانية ديال الركيبات غادي ندليهم وحد تتبيلة خديت هنا خمسة الفصوص ديال التوم على هاتو ما غدا نزيد لها معلقة صغيرة ديال المطارد او للخردل معلقة صغيرة ديال سلسة الصوجة معلقة صغيرة ديال سلسة الباربيكو غدا ندليها هاد المارينات ديال الدجاج هاد خاصة توابل يعني المشاوي معلقة كبيرة اذا ما توفرتش ممكن ديلو غلقة بريابس عادي وشوية ديالملح انا نسيت وفيتهم بعد نقصت الملح يعني شي شوية ديالملح معلقة صغيرة معا مراش يعني هات قلب نغنص معلقة ديال البابريكا ونص معلقة ديال سكنجبير ونص معلقة صغيرة ديال كوركم لان ها ديك معلقة غير صغيرة اللي عندي يعني غنص معلقة صغيرة والعاصر ديال الحامض ديال واحد اربع كأس ديال عاصر ديال الحامض شوية ديال الماء يعني ونخلط هاد تتبيلة هدي ايضا كتجيز وين الفران كتجي رائعة ها دي فلطة ديال الفران وممكن تحضروا بيحتة طاجين كتجي غزالة وبنفس طريقة ناخد واحد كيغدون ونتقب هادوك الركيبات باش كتزيد دخل فيهم لقامة او لا فورشات ولا سكين غادي نمرر هاد الركيبات عندي ثمانية ديال الركيبات والمتبق اللي غايب قليا ديال لقامة غدا ندير فيه شوية ديال صدر ديال الجاج ونقطعوه على شكل شرائح كيجي الصندويتشات كيجي رائع تتبيلة كتجي غزالة هالتتبيلة في الفران يعني في السواني ديال الفران وحتفت طاجين كتجي زوينة كتعطي واحد نكه اخرى يعني مغايرة على المعتاد كيف مالفين كان صيبوه الجاج خديت هنا صدر ديال الجاج تقريبا واحد نسكيلو او لما كاملش غا تكون واحد ربعمائة كرام وقطعتو شرائح طويلة ودوز في هادك لقامة وهذا غد نصلحو الصندويتشات انا ديجا طيبتو يعني كيجي جاو به صندويتشات رائعين هناخدي تقريبا واحد كيلو اللاروب ديال الصدر ديال الدجاج اللي غد نقطعو قطبان نقطعو مكعبات هكدا وغد نخليه القطبان للتتبيلة دياله معلقة صغيرة ديال فابريكا الرسل معلقة ديال لبزار او للفلفل اسود معلقة صغيرة ديال كوركم او للخرقوم بالدي نسمعي لقا ديال سكنجبير او للزنجابيل وتقريبا واحد نسمعي لقا ديال كمون وهنا عندي واحد معلقة صغيرة ديال قصبور يابس شوية ديال ملح يعني دائما الملح ندير بحضر معلقة صغيرة ديال سوس صوجة ومعي القا صغيرة ديال المطارد والاخوات لي ما كيبغي الصوجة او للمطارد ممكن يحدفوها هي كتعطي واحد المعداء خاصة الدجاج كتحيد لي هذا ولي ما كيبغيهاش ممكن يحدفها زدت هنا واحد جوج معلقة ديال الخل لخل كيفتلينا القطبان وشوية ديال ما وشوية ديال زيت زيتون وهادي شوية ديال هريسة وايضا معلقة صغيرة ديال بودرة البصل او للبصل المجفث وغادي ندوز فيه هاد القطيبات ديالي انا كنشرملهم وكنخليهم في بلاستيك نهار كنحتاجهم ضروري ما كان مشلط فيهم واحد البصلة وشوية ديال الربيع عادي كنزل لكم في القطيبات مع ديك الفلافل وهذا كيجيوش هو منهم وكان ما كنخلي كمية ديال صدر هكا كنوظفها سواء الكفتة سواء بغت نوظفها هكا شرائح في السلطة نوظفها يعني في لي كيش توظفات اخرى كلقها واجدة هذه تتبيلة كتنفعه كيجيو هائلين ورائعين ولدات ونتمنى هالتدابير كلها كيف قلت توظفوها في المطبخ ديالكم لانها كتنفح ربح الوقت كتسهل عليكم يعني المأمورية في الطبخ وهذا وهائلين تحضير منزلي رائعين جدا بهكده حلقتنا دياليوم غادي تكون سلاة شكرا للمتابعة وانتظرون في الحلقة المقبلة بإذن الله